بسم الله جدول دوري لنا مزاجة مقلومات البناء وصلنا للاشخاص او فريد العمل او البيبور عشان اللي ينجح لازم يكون فيه تواصل بين فريق اعمل على قدر كبير من المسئولية يكون فيه استراتيجية وعملات واضحة اا للتواصل بينهم لان ممكن انت تعمل اا كل اللي ما تعملش بس فريد العمل عنده غير مساعد او غير متفاهم او بعمل مألفة بعض فده هيخلي الموضوع اا في مشاكل لازلك لازم نهتم بالفريد العمل ونهتم دعمه التدريب والتواصل المستمري معهم واني احنا نكسب سوقاتهم. عندنا هنا عشر اا عنصر. العنصر الاول اللي هو اللي هو التواصل. يعني من خلال التواصل الجيد بين كل فريد العمل وبيننا وبين فريد العمل هنقدر نحقق تغيير فعال وهتبقى الفجرة كلها ان انت تقدر تعرف تولي من المعلومة في الوقت امتى يعني يعني نقل المعلومات ومن اشخاص اللي هنقوم يعرفوا المعلومة دي او توصلوهم من المعلومة ديت. طيب النقطة التانية او الاجابيات والسلبيات. لان لو انت خلت التوقعات اكبر من لازم ده ممكن يعمل لك مشكلة. احنا عايزين نستثمر في الموظفين اللي في الشركة. بعد كده ممكن ندخل على نصر اخر اللي هو المهارات الشخصية اللي هي soft skills. هنلاقي عندنا الفعامات الشخصية المهارات اللي بتساعد الشخص ان هو توصل مع الخل. لازم ناخدها في الاتبار وحنا يكونوا مفررين العمل. لازم يكونوا متواصفين بالتفاعل الجيد وان هما بكتبوش المعلومة. وعندهم ابتكار في اتخاذ القرار. عملية التغيير. ده الانصر اللي بعد كده. اللي هو change processes. لازم نقيم الشركة ومعارفة المستوى بتاعنا ومراحل التغيير. بعد كده بنقنا العنصر تاني اللي هو cooperation اللي هو التعاون. عملية تغيير تضل بالتعاون بتحقيق ذلك. التعاون بالموظفين بتعاون ايضا مع الهات الخارجية والمنظمين والمهاردين. ويبقى فيه طرق اخرى لتعاون مع العملاء والمتعاقدين. كجزء من من سير عمل المشروع الجديد عشان نضمن ان نموذج البن بيكون عالي الجودة والنتاج النهائية فعالة. طيب مشاركة النجاح. نجاح تغيير ممكن يكون صعب وممكن يعمل مشاكل. لذلك مهمة جدا ان احنا كل ما نحق نجاح نشارك مع فريق العمل ونفرحهم ونحمسهم. ولازم بتبعرف تشارك مع مين التفاصيل يعني. طيب لو عندك اي قصة نجاح او اي مشروع حلو بقعتو لنا في المرابية وان شاء الله ننشره. في الساب بورت. السيو اللي هو الدعم ده انصر كمان. هل انت محتاج حد اخر في فريق العمل. عم محتاج يكون فيه فقيم افضل لتكنولوجيا. فقر ايه اللي انت محتاجه عشان تدعم عملية في الشركة. بعد كده لانصر بعد كده نجيج الشارك هوم. انت محتاج ان انت الشارك الجميع في اتخاذ القرار في التواصل في الاخبار وكل حاجة. هل اجتماع اه اجتماعات مناسبة لكده ولا تضيع وقت والافضل لنشارة الدورية. ايه الاسلوب الافضل لك. وافضل لتنفيذ. لازم يكون عندك برضو انصر كمان اللي هو البطل او شامبيون او شخص كف يرجع يقولوه. لازم يكون في اشخاص لو في اي مشاكل يدروا يتواصلوا معهم زي البيم مانجر. هو ممكن يكون شخص او اكتر من شخص بيعيانه صاحب العمل. عشان ينصق شغل البيم في المشروع ويدمن التنفيذ السليم لخط التنفيذ البيم بين عضاء المشروع. اجتماع ده عن طريقة المشروع. زي الميزانية طريقة التسليم. ممكن يكون مدير المشروع او اكتر من واحد بس كل واحد طبعا معروف وظيفته ايه او معروف اه هو من اللي فوقيه ومن اللي تحتيه ومن اللي جنبه ومن اللي عجد وراه وكده. وممكن يكون الدور دوت بيقوم باعدو في المشروع زي مدير المشروع او المهندس المعماري. اه اللي انصر بعد كده اللي هي امكانية التحقيق. هل عندك مشاريع? هتسلمها في نفس الوقت طب هتسلمها ازاي? طب اه لازم يكون فيه وقعية في الاتفاقيات ومعايد التسليم. اه المجموعة اللي بعد كده مجموعة التكنولوجيا. ودي فيها خمس عناصر بس. اه لازم يكون عندنا متأكدين ان احنا عندنا التكنولوجيا اللازمة لتبني البيم زي الاجهزة والبرامج. طيب ناخده واحدة واحدة. الفايل ستورش التخزين هيتم فين? عشان ما نعملش زي فيلم العار والملاحة والحاجات ديات. لازم ندعل فين هنخزن البضاعة فيه. لازم يكون فيه اه 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 تسوا فيه سراع اصلا بين بين ان انا اسهل الوصول اوي والامن والحماية فلازم نحدد. طب هنخزن على شبكة كلاود. هنخزن على الاجهزة تبدأ يتحدث هتخزن فيه. بعد كده في التكنولوجيا فيه التدريب. اي بنامج جديد محتاج تدريب. طب التدريب ده هتعمل ازاي هتستعمل بناس اللي معك? ولا هتستعمل بمركز التدريب? اللي بعد كده اجهزة هل اجهزة بتاعتك اه تقدر تقوم بكده ولا انت محتاج اجهزة حديثة? في مقالة كتبناها في بيم ارابي عن موضوع الهاردوير. الناس كتري بتسأل الاجهزة دي ينفع الشغل بها بيم ولا لازم اشري اجهزة جديدة فعملنا له بمقالة متخصصة في الموضوع دوت. بحس ان انت تشوف ايه الاجهزة تعملها قضيت. وعموما كل اجهزة اللي موجودة برسن اه كمبيوتر كمبيوترات شخصية ملاش ايه لازمة. الافضل ان انت تشغل على آآ محطات العمل. يعني دي بتبقى اصلا معمولة بكده. طيب اللي لو كنا نبقى على الانفراستركشر اللي هي البنية التحتية. دي شبكة من الانظمة اللي بتخلي الامور بتحرق كجزء بسرع عمل خاصة بيك. لما تجي تاخذ القرار بشأن البرمجيات والاجهزة والامن. انت محتاج ان انت تأكد من مجموعة النظم والمخراجات. بتتوصل مع بعض وبتتكلم مع بعض في الوقت الماسي بالخراج بشكل صحيح. محتاج ان انت تفهم كل جزء من البنية التحتية بحيس ان انت تعرف لو فيه خلل تقدر تصلحه.